أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي أن بلده تلقت عروضا من شركات عالمية للمشاركة في أكبر حقولها النفطية التي تديرها شركة بيترول أبوظبي الوطنية أدنوك وتدرس حكومة أبوظبي خيارات جديدة لإدارة حقولها البرية بعد انتهاء عقود الامتياز التي أتاحت لأربع شركات عالمية الحصول على حصة في موارد النفط والغاز بلغت 9.5% لكل منها وقال المزروعي أن شركات عديدة من تلك التي انتهت مشاركتها في الامتياز مهتمة بشدة بالانضمام للمشروع بشروط معدلة